أكد الرئيس الروسي فلاديمار بوتين بأن أوروبا تفرض العقوبات على سوق النفط والغاز الروسي بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وخذل اجتماع حكومي حول الطاقة حذر الرئيس الروسي من ارتفاع معدلة التضخم في عموم أوروبا بسبب العقوبات التي يتم فرضها على قطاع النفط والغاز بوتين اعتبر أن السياسة غير المدروسة للغرب هي السبب الرئيسي للمشاكل في قطاع الطاقة العالمية